بسم الله الرحمن الرحيم الله بالخير عليكم إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن الرحيم اليوم تسمعت قصة جدا أثرت بي يعني جميلة جدا بسم الله برجال الزواج وحده وهالوحده يعني ما صار عدها أطفال فثوانطع سنة ما صار عدها أطفال فهذا الرجل راح اتزوج وحده أخرى طبعا بعد ما وافقت المرأة كله أنا رد أروح أتزوج فالزوجة الأخرى جاب الطفل بعدين وراء كم سنة جاب الطفل آخر فهو الزوج يعني انقهر على هذي تالأولى ف دائما كان يواسيها ودائما يعني الله يتزيل خير وكذا الأولى جدا 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 حازت بنفسها مهما كانت تخبي أو تحاول أنه تمشي الأمور بس هي حازة بنفسها في يوم من الأيام طلعت بره بالشارع بالبالكونة يعني عفوا وقالت لها يا رب العالمين هاي انطيتها اثنين واحد ما تقدر تطيني يا رب وانت قادر وانت رحيم وانت كريم طيتها اثنين أنا بس أريد واحد منك ما تقدر تطيني يا وانهارت من البكاء سبحان الله ظلتها حامل المبدأ اهنانا انه اكو اشياء قوانين تلتزمين بيها اللي هي قوانين دنيوية مثلا كلك انت ما تخلفين مثل ما صار وياه او مثلا انت فقير ما يصر عندك فلوس او انت ما تزوجين كبرتي بالعمر او 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 هاي قوانين دنيوية من اللي يحددها يحددها العمر يحددها المجتمع يحددها الناس اللي حوالينا بس اكو قوانين ربانية لا تخضع لهذه القوانين الدنيوية اللي رب العالمين قلن عليها مثلا ب موسى عليه السلام لمن راح والجيش ورا والبحر قدامه وايضا ابراهيم لما نوصل وشدوه وده يحطوه بالنار وايضا ذنون يونس لما نوقع بطن الحود وايضا 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 رب العالمين ما حطلنا كل هاي الامور حتى احنا بس نقرأها ونوقع بنفس الاغلاط حطلنا يا حتى دا نعرف انه اكو قوانين ربانية شكت ما انتي جدتي القوانين الدنيوية مسكرة وياك مية بالمية اذا مشيت على القوانين ربانية تصير لك اشياء مثل ما صارت لهم واكثر اصلا فاني اريد اقول لكم شي ديروا بالكم اكو احد حواليكم يأسكم او يقول لكم مستحيل او يقول لكم هذا المكتوب ارضي بي او يقول لكم مثلا لا تطلبوا من رب العالمين بس قولي اني يا رب يسر لي امري ابدا طلبي والطلبي بالتفصيل شنو الشي لتريدي ولا تخافين لا تخافين من الطلب تعرفين ما شنو تخافين خافي من ذنوبك خافي من الاغتياب خافي من الحكم خافي من النميمة خافي من الكذب خافي من الحسد ان تحسين الناس تحسين يعني شنو شنو عدها واني ما عندي طب انتي ما تأثرين عليهم بشي رب العالمين حامي حامي خافي من هاي الأشياء لا تخافي انه تطلبي من رب العالمين بالعكس شوف الشيطان شلون يجينا يخوفنا من الأشياء الخطأ فعليا هو ده يخوفنا من الأشياء الخطأ لأنه ليش أخاف من رب العالمين انه أطلب مننا بالعكس هو يحب الإنسان يطلب مننا بس أنا أخاف من رب العالمين لما أسوي شي غلط أرجف أرجيف لأنه ممكن بأي لحظة ترجع لا تخافين تحتفلين بعيد المولد تقولين أخاف حرام قبل لا تخافين من هاي الأشياء اللي ما تأثر بالعكس يمكن أنت لما تحتفلين أطفالك أو أولادك أو أولاد أختك أو أولاد أخوك يجون يسئلون شنو عيد المولد ترحيلهم عن رسول صلى الله عليه وسلم فرصة تخافين أكثر من الاختياب الله العظيم مئة مرة أو ما عرفش قد بالمية بالنسبة بالمية أحسن من تخافين من هاي الأشياء لا تخافين من دعاء أنت تقرأي يقولش هذا دعاء سني أو هذا دعاء كذا أو هذا دعاء شيعي أو هذا دعاء مال فلان وحده هي كذا أو فرح عبد الوهاب كذا لا تخافين من هاي الأشياء خافي من الذنوب اللي تتسويها لأن الأدعية رب العالمين ياخذها عني حتى لو يمكن أنت كان بيها شي غلط وأنا ما شعرف بحياتي الدعاء بيه غلط يمكن أكو ما عرف حتى لو الدعاء بيه شي غلط والناس دا تشوفها غلط أنت رب العالمين ياخذش على نيتش شلون تتقرأين الدعاء وليش تتقرأين الدعاء وسبب قراءة الدعاء وتريدين تعرفين شلون الدعاء يستجاب أكثر مالتج ادعي نفس الدعاء اللي لتدعي إليش مثلا أنت إذا تدعي منه يا ربي أززوج ادعي لأحد أنت ما تحبي كلش قولي يا ربي هو يززوج أو يا ربي الطي اللي دا يتمنى مو دا يتمنى إلي لا يا ربي الطي دا يتمنى ضيها سؤلها رأسا سبحان الله الملائكة تقول لش ولا كيب المثل وخصوصا إذا شخص أنه بني أنت مثلا ما تحبيها لأنه أنت تتكسرين جبروتك الجبروت اللي هو من الشيطان حتى ما تكونين في معية الشيطان تكونين في معية الله تتكسرين هذا الجبروت في سبيل شنو في سبيل أنه رب العالمين يستجيب لش داك شوفي شوفي الجمال وعرفي ماكو شي بالحياة يفيدش غير رب العالمين كلهم من الشبير إلى صغير عباد مملوكين لا يقدرون على شي والله العظيم على قولتهم بيضة على قولتهم بيضة ما يقلون بدون موافقة رب العالمين آني فرح عبد الوهاب فضل الرحمن ما رميت إذا رميت ولكن الله رماني ولا شي بالنسبة كآني بدون الله بس آني عندي صلى الله أقوى قدرة إقناع بالعالم وأني من أكبر المؤثرات في العالم بس كل هذا لا يعني شي بدون موافقة رب العالمين لا أقدر على شي عبدال لك لا تقدر على شي بالنسبة الموافقة الله علي موافقة الله على كلامي موافقة فدائما حطي بأقلك ماكو أحد يقدر يضرج ماكو أحد يقدر يفيدش إذا مو ربك يؤمر تريدين تكونين من الناس اللي رب العالمين يؤمر الناس حتى يفيدوها ويسخرهم إلها ويساعدوها وإلى الأعلى سمعي كرامة أوكفي عد حدوده تريدين تكونين من الطرف الآخر فسوي مثل ما معظم الناس تسوي يحجي عن الناس وختابي ونمي وحكمي وفلان زين وفلان شيين كأنه رب العالمين حاطج حكم تاجي أنت حكمي ووقع إيلي مخولت إحنا هنا ما خلقنا الإنس والجن إلا اللي يعبدون نعبد ونسمع كلام رب العالمين ونعيش الجنات اللي في الأرض رب العالمين وعدنا بيها غير هاي خلي الخلق للخالق ما لنا علاقة بشي وصدقوني هذا هو الحل بإذن الله هتشوفون شلون حياتكم تتغير تماما بإذن الكريم شكرا لكم وفي معنى الله